نقل صاحب السموة الملكية الأمير سلمان بن حامد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نقل تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حامد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وتمنيات جلالته لأخيه خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والسعادة والشعب السعودي الشقيق اضطراد التقدمي والازدهار جاء ذلك لدى زيارة صاحب السموة الملكية ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمقر إقامته في مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية وقرحب خادم الحرمين الشريفين بصاحب السموة الملكية ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأبلغه بنقل تحياته لأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتمنياته للبحرين كل التقدم والرخاء وقد عبر سموه حفظه الله خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن أحمل بن محمد الخليفة وزير الخارجية والوفد المرافق عن بالغ الاعتزاز بمواقف الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية المشرفة تجاه مملكة البحرين وبالدور الذي تطلع به بقيادة الملك سلمان حفظه الله في خدمة العمل الخليجي المشترك لما تمثله الشقيقة الكبرى من عمق استراتيجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هذا وجر خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين إضافة إلى الموضوعات المتصلة بالقمة الإسلامية الثالثة عشر ومسيرة عمل منظمة التعاون الإسلامي وتطلع نحو المزيد من النتائج الهمة المعززة للتضامن الإسلامي نحو المزيد من سبل التنمية والبناء والبناء